أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسئرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كلابا جزاء من ربك عطاءا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن لهم الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مهابا إننا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدان يوم ينظر المرء ما قدمت يدان ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحانا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك موتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عن وتلهى كلا إنها تذكرا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أما صببنا الماء صبا ثم شقطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ فإذا جاءت الصاخ فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه وجوه يومئذ مصفرا ضاحكة مستبشرا ووجوه يومئذ عليها غبرا ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عياذ بالعرش مكين مطاع ثم آمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن وإلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطارت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غررك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بضائمين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم وإلوه يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوب ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء نضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وساق والقمر إذا اتساق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوموا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفا وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تغلى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسه هل في ذلك قسم الذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البنامات وثمود الذين جابوا الصفر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصف عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحقون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأما له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما وناد لقد خلقنا الإنسان في كباد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقابا وما أدراك مالعقابا فك رقابا أو إطام في يوم في مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمن عليهم نار مؤصدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمنا فجورها وتقواها وذا أفلح من زكاها وقد خاب من دسانا كذبت ثموت بطغواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيانا فكذبوه فاعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنا فسنيسره لليسرا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنا فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلرى فأنذرتكم نارا تلرى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتضاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقمر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق إقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرأى مستغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديا سندعو الزبانيا كلا لا تطعم واسجد وقاتريبا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام 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 هي حتى مطلع الفتر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتنو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرط الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاء وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات جزاؤهم عند ربهم جنات عدنها تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوساطن به جمعا إن الإنسان لربه لكانود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخمير بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راطيا وأما من خفت موازينه فأمه هاويا وما أدراك ما هي نار حاميا ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ولعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطامة وما أدراك ما الحطامة وما أدراك ما الحطامة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدا في عمد ممددا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تضلين وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بحجارة من سجين فاجعلهم كعصف مأكل لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطاب في جيدها حبل من مساد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلاق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عواجا الحمد لله القائل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الحمد لله القائل كتاب لا ريب فيه سبحان من كتابه شفاء سبحان من طاعته غنى سبحانك من إله رحيم بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين سبحانك أنت الكريم المجيد ذو الآلاء الراهرة والنعم المتوافرة سبحانك أنت المبدئ المعيد سبحانك أنت المبدئ المعيد سبحانك أنت الولي الحميد سبحان من يدفع البلايا سبحان العالم بالخفايا سبحان ذي العرش والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي يحيي ويميت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي لا يضيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى سبحانه يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام سبحانه يرى ما في العروط وبواطن العظام سبحانه لا يعزب عن علمه مثقان ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه أعطى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا سبحانه أعطى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا سبحانه عز وجل قسم الأرزاق وقدر الأجال فله الحمد على ما حصل وله الشكر على ما بذل يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء سبحانه سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها وطمعت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها وخرقت السبع الطباق ودعوات التائبين ودعوات التائبين فسمعها يا من بسط العباد وقدروا إليه الأيدي بالذل وقدروا إليه الأيدي بالذل وقدروا إليه الأيدي بالذل ارحم الغافل عما أضل ارحم الغافل عما أضل ارحم الغافل عما أضل والذاهل عن الأمر الذي خلق له إلهنا إلهنا إن عظمت ذنوبنا وجمت خطايانا وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا فعفوك أوسع لنا إلهنا وحرزنا وموئلنا إليك نفزع في عسرنا وعسرنا إليك نفزع في عسرنا وعسرنا يا من إليه ترفع الشكوى يا من إليه ترفع الشكوى يا عالم السر والنجوى يا من يسمع ويراه يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من ينجع إليه الخائفون يا من يستغيث به المضطرون يا من بكرمه يتعلق الراجون يا من بكرمه يتعلق الراجون اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبرت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما عطيت ولا غادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك وصرف عما شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما عطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرا ولا فتنة مضلا اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأودياء والنصر على الأعداء اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان ومغفرة منك ورضوان اللهم اهدنا لصالح الأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنه ولا يصرف سيئها إلا أنه اللهم إنا نسألك خير المسالة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الفلاح وخير العمل وخير العمل وثبتنا وثق الموازيننا وتقبل الله صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم أهدي شباب المسلمين اللهم أهدي شباب المسلمين اللهم ألقي في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح اللهم ألقي في قلوبهم برضى الموكرات والفواحش ما ظهر منا وما بطن اللهم قر أعيننا بصلاح أبنائنا اللهم قر أعيننا بصلاح أبنائنا اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم اهدي نساء المسلمين اللهم اجعلهم نابيات مهديات واضيات مرضيات حافظات للغيب لما حفظ الله اللهم احفظهم من التبرج والسفور وموكر الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور اللهم حصنهم بالزواج والستر والعفاف اللهم حصنهم بالزواج والستر والعفاف اللهم كل الأرامل والمطلقات اللهم كل الأرامل والمطلقات اللهم يسر أمورهن اللهم يسر أمورهن وحقق آمالهن واشرح صدورهن واشرح صدورهن يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك اللهم اغفر لأبيهم اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفوا في عقبه في الغابرين اللهم أنزل على قبره الفسحة والسرور اللهم اجعل قبره نورا وضياء اللهم بارك في ذريته اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات واجعل ما قدمه في هذا الجامع المبارك في نزال حسناتهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم بارك لمن قام على عبادك في هذا الجامع المبارك اللهم من تولى أمرهم اللهم فتولى أمره اللهم فأعظم أجره اللهم فأعظم أجره وبارك له في أعماله يا رب العالمين اللهم كما أحسنوا لعبادك اللهم فأحسن عليهم اللهم فأحسن لهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم بارك لرجال الأمن والذين بذنوا واجتهنوا في تسيير أمور هذا الجامع في الطرقات اللهم يا حي يا قيوم اللهم بارك ووفق لمن أمر وتابع ونفذ اللهم كما سهلوا على المسلمين الطرقات اللهم فسهل لهم كل عصيب وفرج لهم من كل الكروب يا رب العالمين واجعل أعمالهم خالصة لوجيك الكريم اللهم ارفع بها الدرجات وكفر بها عنهم السيئات يا رب العالمين اللهم احفظ أبناءنا المبتعثين اللهم احفظ أبناءنا المبتعثين اللهم احفظ عليهم دينهم اللهم احفظ عليهم دينهم وعقيدتهم يا رب العالمين يا رب العالمين إلهنا وخالقنا ورازقنا أنت المستعان أنت المستعان ومنك الفرج ومنك الفرج وإليك المشتكى اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصار المعتدين اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم مزقهم كل ممزق اللهم خالف بينهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين ظالمين اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والغافظة الحاق دين المعتدين اللهم اجعل كيدهم في ضلال وأمرهم في وبال وسعيهم في سفال اللهم اضربهم ببعض اللهم اضربهم ببعض اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كل إخواننا الجنود المرافقين على حدود بلادنا اللهم تونى أمرهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم داو مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصبح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم من كان منهم حيا اللهم فأطل عمره على طاعتك وبارك له في عمره يا رب العالمين ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له وأرحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر للمؤمنين والمؤبنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادن والتراب وحدنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا إلهنا إلهنا اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وستكمل العمل وفاز بالأجر وفاز بالأجر وفاز بالأجر والعتق من النار والعتق من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم رب جبرائيين وميكائيين وإسرافيين اللهم إنا نعوذ بك من حر النار اللهم إنا نعوذ بك من حر النار اللهم إنا عبادك الضعفة فلا تعذبنا إلهنا إلهنا ما أحلامك على من عصاك إلهنا إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك بمن أملك وما أرأفك بمن أملك وما أرأفك بمن أملك من الذي دعاك فحرمت من الذي سألك فحرمت إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك إلهنا أطعناك بإذنك أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بغلبك والحجة لك والحجة لك أطعناك فأكرمتنا وعصيناك فأمهلتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا علمك فينا سابق وقضاءك بنا محيط وأمرك علينا نافد وأمرك علينا نافد اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا إلهنا إلهنا اللهم إنا نسألك اللهم ما قدرته بهذه الليلة الشريفة المباركة من رحمة وغفران ورضوان وعدخ من النا فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير عاملنا بعفوك عاملنا بعفوك عاملنا برحمتك إلهنا آه نحن واضفون ببابك آه نحن ببابك واقفون ولعذابك خائفون ولعذابك خائفون ولجنتك راجون ولفضلك راجون ولخيرك راجون إلهنا إلهنا هذه أيدينا لم ترفع إلا إليك وهذه جباهنا لم تسجد إلا لك وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك وأمورنا لا تخفى عليك اللهم جد علينا بالقبول اللهم جد علينا بالقبول اللهم جد علينا بالقبول اللهم يا حي يا طيوم لا تفرق هذا الجمع المبارك بهذا المكان المبارك إلا بذنبٍ مغفور وعيبٍ مستوع وعملٍ متقبلٍ مبروم وعتقٍ من النار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمه